القرار الأممي 1701 الذي أنهى النزاع بين حزب الله وإسرائيل في 2006 يبدو أنه لم يعد كافيا انبدأت بعض الأطراف الفاعلة وعلى رأسهم المبعوث الأمريكي أمس هكشتاين يتحدثون عن صيغة 1701 بلس تقرير لصحيفة المدن تحدث عن نسخة من مشروع قرار يتم إعداده بين عدة دول فاعلة تحضيرا للتصويت عليه وإقراره بمجلس الأمن بحسب التقرير فإن مشروع القرار لا يقتصر على وقف النار بل يشمل قرارات دولية أخرى ومبادرات سياسية ويتضمن إنهاء الصراع الحدودي وترسيم الحدود بما في ذلك مزارع شبعة وضمان عمل القوات الدولية إضافة إلى نزع سلاح حزب الله لمنع استئناف أعمال قتالية فرض حضر دولي على بيع أو توفير الأسلحة والمواد ذات الصلاة إلى لبنان إلا بموافقة حكومته ومجلس الأمن إزالة القوات الأجنبية أيضا الموجودة في لبنان من دون موافقة حكومته ومجلس الأمن لسيما تشكيلة الحرس الثوري الإيراني ووضع المطارات والمرافق تحت سلطة الحكومة اللبنانية ولأهداف مدنية بحتة قابلة للتحقق كل هذه النقاط يتم تطبيقها من خلال إنجاز تسوية سياسية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة خلال ستين يوما ليتم بعدها انتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة من قوى سياسية جديدة أو من التكنقراط ترجمة نانسي قنقر